موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد إن شاء الله يكون متميز من برنامجكم الفني والثقافي واليومي باتشورك فرحاً كانت لقى معكم يومياً باش نقدم لكم شي باركة من الأخبار والأعمال والمستجدات للساحة الفنية فات انسطلا ومع رأسكم ومرحبا بينا عندكم موسيقى مرحبا بكم من جديد كنقترح لكم دابانيت نمشيو جميع نكتشفو شكون هوا ضيف حلقة اليوم فن الملحول فن الساني ساطع في سير الزمان فيه الحكمال اللوان فن الملحول فن الباني ما ينهدم يا سيادنا فن الملحول فن الساني ساطع في سير الزمان فيه الحكمال اللوان فن الملحول فن الباني ما ينهدم يا سيادنا ما شاء الله ما شاء الله ضيف حلقة اليوم هذا كلهم صحح وما شوف في الملحول كنقول وحفاظ على اللي تقول الملحول سنقول وحفاظ أما الشيخ ممكن نقوله على الشاعر ممكن نقوله اللي عارف بالخبايا ديال الملحول أو للنقات ديال الملحول أو للباحي ممكن المشياخة ما شيخة في الغناء المشياخة لدينا في الملحول بحالة بغيت تقول هي على مراتب تمكون من المادة يعني في حلقة التيمني كنقوله فن جناوة معلم جناوي كنقوله شيخ الملحول ممكن تقوله في الملحول مثلا المعلمين ديالين تقوله المعلم على حسب التراتوبية على حسب الأقدامية أما سبيتو تقوله الحفاظ أو للمنشيد مثلا بحالة في إيسا وزا نقوله الدكار ولكن اللي بغيت يقول بارك الله كنين قصائد بأعداد كبيرة ووافرة في الفن ديال الملحول بغيت نسولك السيدريسكي باش كتدير في الحفظ ديال الكلمات للحفظ ديال القصائد هو الحفظ ديال القصائد أنه يعني ما سهل لأنه الشعر بلغتنا اللي كان هضرو بها الداريجة فكتعرف أنه الداريجة إلا سمعتين تغي شي متال شي متال شعبي كي تحفظك تغيير لعجبك فما بالك أنه كلام ديال الملحون شعر مقفة يعني بالقافية وإلا كانت القصائد السهواتك إلا عجباتك تحفظها ولكن الملحون فيت العربية الفصحة لا كلمات مستعربة ممكن تدخلها في الملحون ولكن أي كلمة في الحقيقة تلقى عندها الأصول في العربية الفصحة ولكنه لا تلقى مثلا الفصحة في الملحون والخصوصية المغربية أنه شعر بالداريجة المغربية وعنده قواعد مضبوطة للشعر وقواعد بحور خاصة به والميزان خاص به لك شي لش هو مثلا أرقى لهذا المستوى هل كانت تشابه مع الزجل ولكن هل فرق بين الملحون والزجل؟ الملحون والزجل الملحون هو زجل ولكن الزجل ليس ملحون لماذا؟ لأنه الملحون القصيدة عندها واحد ضوابط محكومة بالإقع ومحكومة باللحن لأنه الملحون السمية دي المنيجات أنه اللحن سابق الشعر في الموسيقى العادية في الموسيقى المغربية أنه شعر تكتب القصيدة ولكن في الملحون أنه اللحن كاين نحقاش نقوله مثلا فاطمة يكتب القصيدة يكتب على غيرار فاطمة تقوله في قياس فاطمة هذا القصيدة الفلانية في قياس فاطمة اللحن دي جا كاين هذا على ما يسمي الملحون فجوابا على السؤال ديالك أنه القصيد التي تكتبه في الملحون تكتبه على حسب واحد اللحن كاين معروف ومعلوم والزجل الزجل هو خصوية لحن يعني عنده بحلقة الشعر الحر الشعر الحر كانوا واحد الحرية في الاستعمال القوافي في القصيد الزجل كانوا واحد شوية الحرية محرر الشعر ولكن في الملحون محكوم بالقافية ومحكوم بالبحر ماذا سيدريس أبرز وأشهر القصائد وأشهر كذلك شعر الملحون المغربي في هذا الوقت هذي أشهر القصائد معروفة عن الناس كاملين مثلا قولوا قصيدة ديال الشاعر الحاجد دريس بن علي السناني المالكي اللي هي فاطمة رحمي يا راح تلع قلت رحامي من جفاك طالس قامي كيف نبقى حاير ونسي مثل يا روفي يا لغزال فاطمة ثم القصائدات ديال الشمعة ديال السيد محمد بن علي والدار الزين لا يا الشمعة سلتك رضيلي سآلي شبيك فالليالي يتبكي فهذا الكي شعيلة ثم زاوقنا في حماك في المدح ويباشي في المدح بالضبط هي في مناسك الحج زاوقنا في حماك جود يا محمد يا طايا بحارة سعدائم والفضل يا رسول الله فهذا الوقت هدي هدول مشهورين ولكن في واحد وقت واحد الوقت أخرى كانوا قصائد أخرين اللي تيكون مثلا كانوا مطلوبين في واحد الوقت لأنه فاطمة أو لا الشمعة أو لا زاوقنا في حماك أو لا مثلا الأخصام هدو شهرهم الأشياخ أمثال الحاج الحسين تلالي أو الحاج محمد بو زوبع رحمه الله اللي وصلوهم للناس في واحد الوقت اللي كان ملحون كان غادي نضاتر وزيد عليها المجموعات الغيوانية مثلا الناس الغيوانة في واحد الوقت كان ملحون تقريبا كان على حافة لينضيتر وهدو الناس هدو نقدو الملحون باش بالشمعة بالمزيان صاح زارني محبوبي بفاطمة بغيتها تنظرنا على تنظرنا على جيل جيلالة وعلى الناس الغيوان وتنظرنا على الحاج الحسين التلالي وتنظرنا على الحاج محمد بو زوبع وصلوهم للناس الناس عدت ترد البال اللي ملحون المصرح ساهم بواحدة الكيفية وطبيعة الحال من خلال المصرحيات والنصوص دي الطيب الصديقي اللي كان كنا تكريم والشرايبي المصرحية دي الحراز المصرحية دي السيدق الدول العالمي اللي في الحقيقة الصراحة قدموا واحدة الخادمات كبيرة الملحون ومازال في بعض المناسبات تنشاركوا مع المخرج المصرحي المبدع الحجاب المجيد في النيش تيمزج ما بين المصرح والملحون يعني تكون الموضوع هو الملحون يعني تكون تشخيص وتكون الغيناء في نفس الوقت أبغيناك من هذا المينبر تقربنا من الخريطة الجغرافية دي الملحون يعني متفقين أنه بدأت في لالت ودابك ينفق على المناطق المغربية إلا قلبتي مثلا على الشعارة عبر التاريخ من نهار تأسس الملحون ستلقى تقريبا مزعين على كامل تراب الوطني ستلقى شعارة عرب شعارة أمازيغ شعارة من قبائل غماراق شعارة تلقى شعارة من قبائل حاوز ستلقى شعارة من قبائل الغرب حال دبا مثلا أشهر قصيدة مثلا على الإطلاق التي تعرفها الصغير وكبير مثلا نرجع إلى فاطمة الشاعر أصوله من الغرب خواه دبا معروف الشاعر بأنه ورات الولادة دياله و الوفاة دياله فاس لحاجة دريس بن علي إنما الأصل دياله من الغرب الشاعر دياله اللطفية حاجة حمد الغرب للأصل دياله من الأقصر الكبير خواه من فاس الشاعر من الناس العظيم الفيولوسوف صديق الدول العالمي اللي معروف في الآفاق أصله من قبائل جباله زيد عليها الشاعر الشاعر الغالي الدمناتي أصله من الدمناس كاين العيد سوسي من سوسي هذه القصيدة اللي اسمعنات الفرادة الحمد لله من طانجل القويرة المغرب كامل غير هو واش مكيناش واحد الهيمانة وانتشار أكبر أوساع في مدينة شمكناس ما غاديش نسميها هيمانة غادي نسميها بأنه الملحون كان ديما قريب من السلاطين وقريب من مراكز القرار لماذا؟ لأنه في السلاطين نفسهم كانوا شعراء ديما الحون أكيد سيد محمد بن عبدالله كان شاعر مولي عبد الرحمان بن يشام كان شاعر السلطان مولي حفيدرة أكاديمية المملكة مخرجة لديوان ديالوقع كان شاعر فهذا شيء غريب لأنه في المكان كانت تكون العاصمة كانوا تكونوا الشعارة تيجيوا باش تتعرفوا العاصمة تكون مركز السياسة ومركز ثقافي ومركز اجتماعي كبير فهذا طبيعي بأنه ستلقى الملحون زعما كتير بارمانتر في فاس وفي مكناس وفي مراكش وفي السلاطة طبيعة الحالي وقا سيدي عدريس مكنيش تداخل ولا تقاطع مع الدكر العيساوي؟ طبيعة الحالي إنه الدكر العيساوي راه ملحون في الأصل الدكر العيساوي راه هو قصائد ملحونية صير في 100% غير واشنه الفرق في الموضوعات القصائد ملحونية اللي كتغنوا بها دكارة عيساوي تتكون حصرية على توسلات وعلى المدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدح الأولياء خصوصا المولى إدريس لأنه هو مؤسس أول دولة إسلامية في المغرب وسيدي محمد بن عيسا لأنه مؤسس طريقة العيساوية هذه الخصوصية دياله نتكلموا شوية على المواضيع اللي كتغنوا في الملحون أو بالأحرى الأغراض كين الغزل كين المدح كين كذلك تيمات ديال الحب ديال رومانسية ديال المستقبل واش كينة كذلك سياسية مجتمعية مواضيع شوف أنه الملحون تكلم في جميع الموضوعات اللي تكلم فيها الشعر الفاصح وزاد عليها موضوعات خورا لا عهده اللي الفاصح يبيها مثل كما قلت على المستقبلية تنسميهم الجفريات لأنه كانت تكتب في واحد لأهميتها كانوا تكتبوها في الجفر والجفر هو جلد ديال البقر واحد لقي طعام من جلد البقرات يقول له الجفر دكتير تسمى الجفريات وهي كان الشاعر تعتمد على الموعطيات اللي كان عنده في وقته ومحلتي يعطيك واحد تخطيط المستقبالي تخطيط هالأمور في الغادية وهذا كان الناس اللي تيوصل لهذا القضية يعني رأى عالم تكون على الطلاع بالوضعية السياسية على وضعية اجتماعية وهو تكون عايش قريب من جميع الطباقات باش يعطيك هذه الوضعية هادي كان الناس اللي تنبأت حل الموقيت شاعر الموقيت ديال مراكش هدر على الهو كان عايش تقريبا قبل ما تكون الحماية وأعطى بأنه هورا المغرب معراض للحماية وكين شاعر عباس بن بوستا كتب قصيدا هو في احنا في الحماية المغرب رأى في الحماية وتنبأ بأنه السلطان محمد الخميس سوف يرجع من المنفاة دياله وسوف ينال المغرب للاستقلال دياله واذا كيف يقع؟ أحيانا مشي تنبؤت هو أنه تكون إنسان قارئ الوضعية السياسية وإنسان عالم قراءة قراءة استباقية إليك لك سيدريس قصيدة الفار معيار الباهيات ماذا هو القاسم المشترك بين هذي القصائد؟ هذي قصائد فكاهية هذلية شوف أنه كان واحد الشاعر اسمته سيدريحمد المدغري في فاس سيدريحمد المدغري تقول له تقول له الشياخ تقول له العيساوي الفلوس كانوا تقول له الفلوس علاش لأنه العيساوي كان عيساوي الطريقة وهذا هو اللقاب دياله وكان كتب واحد قصيدة في زمانه وسميتها حمان سمعوا قصة حمان معروف هذي حمان حمان الخربيطي وكانوا الشياخ في وقته عيبوا عليه قالوا أنه دابع انتدرت هذي القصيدة ماشي هذا كلام ما يعني بحلق قلتي كلام ديال الفوكاه هذي استصغروه قالوا أنه ما كتبش قصيدة لهذ الوقت كتبت قصيدة الواحد الوقت خران إن شاء الله ودابا تتلقى الإقبال إلى أخيره القصائد الفوكاهية شنو الأهمية دياله هو أنه الإنسان قا ما يكون تعرفت حاجة للملحول وكان يسمع شي حاجة كتفرحه وضحكاته وكده غا يقلب وهذا الفناد اللي في هذا المسائل هذي كتبسط الناس وكتفرح الناس يعني رغض يقلب على أغراض خرى بديتي قبيل على الأغراض قلنا الأغراض إلا خضيتي غير الغرض كين خلاص توسلات بالله سبحانه وتعالا مثلا ينبلان يعافيني رحمت كلنا خف حمله يتسرح يرتخاع قالي هذا توسلات بالله تتوسل لله تعالى ثم في الغرض ديال المديح النبوي الشاري في المديح وفيه وفيه طبقات كين القصائد اللي كتناول السيرة النبوية كين القصائد اللي تتناول المعجزات اللي وقعت عند ولادة النبي كين خلوقات كين القصائد اللي تتناولت الوفاة بالنبي صلى الله عليه وسلم كين القصائد اللي تتناولت الشماء المحمدية والأخلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي كتدعو لأنه وإنك على خلوق عظيم تترجمها في قصيدة وتبسطها وهذا المسائل للشباب أو للناس بشيفة يعني سيدريس في ذلك الوقيته وفي وسط الملحون كين واحد نوع من شدان ولا هما بعض الأحيان بمثابة سكيت شات كوميديا مثلا بحل أبغي تقول لي مثلا قصائد مم صراحة قريبا هزلية كيم قلتي الفوكة هاشكل والترجمات شكل الترجمات هي القصاص القصاص اللي فيه تشويق مثلا قصائد الحراز أو القصائد الخصامات مثلا الخصام البوطاقاز والكوكوتو الخصام الصينية والتاجين مثلا هذو قصائد ممكن تكون سكيت شات بسيطة ممكن تحول إلى سيناريوهات هذالهيكاين نحن نمشي عند الحدث الكبير والإتراف دولي دي المنظمة اليونسكو العالمية بأن الفن دي الملحون والتورات الإنساني لمادي عالمي مغربي هو ممكن قوله تتويز ولكن في حالة الوقت تتصرف وتكليف بطبيعة هو الفخر بعينه هو لأنه بالنسبة أنك ممارسين أنه واحد تورات اللي كتمرسوا أنه تتصنف تورات لمادي عالمي وده بغي يقول لي والناس مثلا يبحثوا عليه وغادي يقرأوا أي واحد فينا كي يعتبروا بأنه إنجاز شخصي كما أنه هو فخر البلادنا بطبيعة الحال وهذه البلاد الصراحة تستحق تصنف الملحون وتصنف فنون أخرى تبارك الله بلدنا غنية بالفنون توراتية اللي خصتها هي تصنف مثلا تنظروا على طرب الآلة الأندلوسية تنظروا على مثلا على فنتاء يساويت هذا شيء تبارك الله رخصه لأنه إلي جيتي تشوف الملحون الملحون بزاف ديال الفنون توراتية الأخرى تتاخد منه حال مثلا في الملحون الملحون ماشي بعد الغتراك تلقى غيق صيدة مثلا طويلة مقاطع من الملحون تتخدم حال مثلا في الآلة الأندلوسية كنين البراول البراول بالدارجة رأى ملحون أي شعر مكتوب مقفى مغنى رأى ملحون بالدارجة المغربية طويلة وممكن نشوفو كذلك فنانين عرب والعالميين يزيدوا ياخدوا من الملحون طبعا 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 ماشي تلغنى تلبحت البحث في أغوار الملحون ما تنساش عن نواوتين الملحون رافد مهم من روافد التاريخ كاينين بعض اخترت معلومات التاريخية اللي كتلقاه في الملحون تقدر ما تلقاهاش في مصادر تاريخية رافد مهم من روافد التاريخ رافد مهم من روافد ديال التقافة المغربية الصرفة مثلا غفن الطبخ البيسة المعمار المعمار اخترت مثلا كتشوف مثلا في الحرق مثلا في واحد القصر تقول له الزطمة ديال الجيلة ليم تيرد يعني كيدخول في واحد مثلا في واحد القصر بحال متاها وتبقى وصف لك مثلا زليج وتيوصف لك الابواب وتيدخل فيها حالة سيونس فيكسيو تقول لك الابواب حالة حرصينهم مثلا العفاريت والجن يعني هاتشي رماشي سهلات شي مثلا يعني شحال قاعد تكون هاتشي شاعر كتتتتتسع راتي وصفو ذاك شي اللي كان يقدر شي حاجة وصفوهم مبقاش وحنا يا بعض اخترت كنقول ورا وقلا دراء الخاي اللي تي دراء ليها تسين وورا لا بعض اخترت داباليوم هذا مكتسب ولكن بالنسبة لك شنو هي الافق المستقبلية ديال الفن الملحون الافق المستقبلية ديال الفن الملحون هو انه مثلا انا ما فيها بس حتى المعاهد الموسيقية ما زبقاش تدرس غير الملحون كيف خصوه يتغنى يعني خص واحد الباب ديال التقافة الملحون خصنا كيفاش نديرو يبقوا يعرفوها الناشئة اللي كيتعلمو في المعاهد الموسيقية او لا في الفضاءات اللي مخصصة التورات او لا او لما لا بعض المؤسسات مثلا تربوية تهدر عليه كأدب مشي كشعر يغنى لانه ولكين بعد اخترت مثلا القصايد اللي طوال ما ماشي للغناء ولكن هناك كما قلت لك مصادر تاريخية او لا غير نعرفو منها تثقافة ديال اجدادنا واسلافنا ستكون مصدر مهم ديال المعلومات ديال الناس اللي يسبقونا كينا انتولوجيا ولكن ماذا بنا يكونوا كتب اخرى ومازال المزال يتفتح من اجل التوتيق والأسر كينا الاكاديمية المملكة المغربية مشكورة ده براوصلوا الديوال الحضاش قريبا اولا واثناشرة في الطور ديال الانجاز رادرت واحد العمل جبار مجلدات حضاش المجلد راوم كينين في المكتابات فيها بس الانسان يمشي مثلا ياخد المجلد الاول اولا التاني اولا ياخدهم كاملين ويقرار فيها واحد المقدمة تيعطيه بعدها بترجمات مصطفى ضع عن شاعر وتيعطيه على المصادر اللي ورادت ذكر دياله فيها وتيعطيه جميع الاشعار اللي يلقاوا دياله يعني اذكره مصنفة مهمة كينة وتاني مثلا مع المعلامة ديال الملحون ديال الاستاذ محمد الفاسي رحمه الله فيها استاذيال الاجزاء كين جزء اللول على ما هو الملحون الجزء الثاني على تراجب الملحون كين واحد جزء فيه على مفردات الملحون شنو هي يعني كين تمر كلنا باش يبدأ الانسان يعرف هاتش سيدريس من خلالك ومن خلال هاد الحلقة كنشكره اي واحد كيبدأ وكيجتهد في مجال طبيعة الحل فن الملحون العصير نختمه فقرة سينمائيا نمشيه الفن السابع وفقرة تعينهن على سينما هدو ايضا البعض من الافلام اللي كانين حاليا في القاعدة للسينما ممكن تمشي وتشاهدهم على السيني اطلاس اللي كان في مدينة ريبانت ولا سيني اطلاس مدينة الجديدة كلمة اخيرة سيدريس مصخينا شو بك صراحة اه تينا مصخيش بكم صراحة وكان شكرك بزاة فسيدي اسام على هذه الاستضافة وكانت منه انه الاعلام ديالنا يزيدي وساعة مثلا من الانشيطات التوراتية دياله وكانت منه انه المغاربة يطلعوا على الفنون التوراتية ديالهم لم مشي فقط من ناحية الغناء او للموسيقى ولكن من ناحية الادب ومن ناحية التقافة اللي فيهم لانه راب لدنا عريقة وحتى التورات ديالها عريق والحمد لله لاد النعمة ديال التورات اللي تفكرنا بعدها في جدودنا وفي اخبارهم وفي تقاليد ديال السلف كانت منه انها تكون طلاقة ان شاء الله جيدة لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا لك وبالتوفيق ولقاءنا ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم وصلنا ايضا لنهاية حلقة اليوم شكر من وصول التقم تقني والفنية شكرا لكم في رأسكم وبينتنا شكرا لكم اللهم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم المترجم للقناة